زيل خلينا أذكرك بقصة من كيف أنت بالكلية متعاطف مع الصدريين بعد أعدام سهيل الصدر اشتغلتها لأنه أنت فعلا متعاطف مع هذه الجهة لو تكتيك سياسي لو فعلا أنت متعاطف إيماناً ربما لأننا كنا ضد النظام ونبحث عن أي شيء يبين جرائم هذا النظام التعاطف كيف كان؟ نحن كان عندنا نستمع إلى إذاعة الاتحاد الوطني الكردستاني إذا عاملت الاتحاد كان يتكلم بشكل صريح بأن صدام هو من قام بهذه الجريمة وأختال سيد الصدر بعدين صار تداعيات بعد أسبوع من اختيال سيد الصدر صار شبه مظاهرة في منطقة القناة ومنطقة مدينة الصدر كان يسمى ذاك الوقت مدينة الثورة فيومين ثلاثة أيام طلبت القناة والثورة ما جوي للدوام في كلية القانون لما جوي إحنا قلت أنا كنا مندفع اللي عندي ثقة وياه وقلت ليه ما جيته سمعنا أكو حملات اعتقالات فاللي كانوا يثقون بينا قالوا نعم كان أكو اعتقالات اعتقلونا وإحنا طلعنا لأن تم اختبائنا في بعض الأماكن وأني واحد من الناس اللي كنت أقول هذا النظام هو اللي أختال سيد الصدر واحد كان ما أجي بإسمه محسوب على النظام فديوم قل لي يعني وهذاك اليوم شفته وهو الرجل قدير وعندما كان الآن في المجتمع وعائلة محترمة قال لي صحيح إحنا قريبين من هذا النظام بس إحنا بدينا نشك هو كان يقول نشك بصاحبنا هو اللي أختال سيد الصدر يعني قصده صدام لأنه كان خريب من عندهم فمن هذا الأمر عرفنا أنه منه يعني يعني دينتمون يعني مو كان ذاك الوقت انتماء كان تعاطف فمثلا كانوا معنا اللي أنا أذكرهم أخ منهم هسا الآن أستاذ حسين هسا في وزارة المالية أعتقد في الناصرية حسين آخر عندنا الآن أعتقد حميد في الشرطة دكتور حميد الغزي أمين العام نعم كان وياي وفي نفس المرحلة ونفس الأحداث عشناها سوية واحد آخر كان اسمه صبار بعدين صار عضو مزلس محافظة بغداد اعتقدها سمه دير عام هذا كان كل جمع مندفع في الدفاع عن القضايا الصدريين ما صدريين والشيعة فكنا نتناقش معهم بس بالخفيف يعني مو يعني بياناتنا كان يثقون بينا لأنه يعرفون إحنا كورد وإحنا أيضا يعني ما نحب ذاعمال صدام وضد النظام فكانوا يتكلمون معنا كأصدقاء كزملاء بس مو كتنظيم سياسي وكذا أمر الشيعة بين الأمس واليوم الشيعة الذي كنتم تعرفونهم مع أصدقائكم وكانوا حلفائكم بالأمس والشيعة اليوم وهم في السلطة هل هناك بون شاسع بين المرحلتين اختلفت الأمور؟ يعني دائما مرحلة المعارضة تختلف عن مرحلة السلطة سواء للشيعة وكذلك للسلطة سلطة خرب وهذه العلاقة على أي حال أنا أؤمن بأن العلاقات القوية التي كانت عندنا أيام المعارضة لا بد أن تستمر الآن وأن نعمقها أكثر لأن هذه العلاقة وتوطيدها هي في مصلحة العراق واستقرار العراق ودفع العملية الديمقراطية للعراق للأمام ما جاوبت وهذا الجواب يعني أنت لما تتعاطى السياسة يكون هناك تصعدات وأيضا في نفس الوقت يعني خوش مو كل الأمر يسير بوتيرة واحدة بالنتيجة احنا أكو ثوابت استراتيجية متفقين عليه لازم نعمق هذه الروابط اشتركوا في القناة